السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية في هذا الفيديو سنتحدث عن حل مشكلة كتابة نص عربي مع رقم في برنامج الإكسل هذا الفيديو ورد على سؤال لأحد الإخوة المتابعين يقول في أنه عند كتابة رقم باللغة العربية مع نص في خلية واحدة يظهر الرقم بعد الكلمة مثلا لو كتب 3 كيلو إغرام يظهر بهذا الشكل مثلا في هذا المكان لو أردنا أن نقوم بكتابة 3 ثم كيلو جرام يظهر النص بهذا الشكل مثلا مرة أخرى 4 كيلو جرام يظهر النص بهذا الشكل كذلك لو أردنا أن نقوم بكتابة مثلا عنوان احتوي على رقم مثلا كتبنا 20 مثلا شارع الرشيد شقة 40 يظهر النص بهذا الشكل الغير واضح الحل لهذه المشكلة بسيط جدا نقوم بتضليل النص مثلا هذا النص ثم نقوم بالذهاب إلى علامة التبويب الصفحة الرئيسية من مجموعة محاذا نقوم بالذهاب إلى اتجاه نص من اليمين إلى اليسر بهذا الشكل تلاحظ أنه تم إظهار النص مع الرقم بالشكل المناسب مرة أخرى أردنا أن نقوم بكتابة عنوان جديد مثلا عشرة شارع جمال شقة 14 يظهر النص بشكل صحيح مرة أخرى لهذا النص نقوم بتضليل النطاق ثم نقوم بالذهاب إلى اتجاه نص من اليمين إلى اليسر فيتم حل المشكلة كتبنا مرة أخرى مثلا خمسة كيلوغرام يتم الكتابة بشكل صحيح طبعا أيضا يوجد طريقة أخرى نقوم بتضليل النطاق ثم نقوم بالضغط بالزر الأيمن للماوس ونختار تنسيق خلايا تمثق لنا هذه النافذة نقوم بالذهاب إلى تببيب محاذا ثم نقوم بالنزول إلى الأسفل ونقوم باختيار اتجاه النص من اليمين إلى اليسر ثم نضغط على موافق فيتم حل المشكلة أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته